راجعت حدة الحرائق في جنوب غرب فرنسا يقول رجال الأطفاء أنهم للمرة الأولى ينتقلون من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم لضرب بؤر ما تزال تشتعل داخل مركز العمليات هنا في بلدة لاتست ديبيوش ما يزال العمل قائما بعض المناطق يتعذر الوصول إليها بسبب حجم الأضرار وسقوط الأشجار على الطريق ما يجعل الحريق مستعداً للاستعار في أي لحظة وهنا لا يملك المسؤولون إجابة عن المدة اللازمة للسيطرة عليه نحتاج إلى أيام كثيرة لأن النيران اخترقت الأرض وجذور الأشجار لذلك النيران ما تزال مشتعلة حتى تحت الأرض وقد نحتاج حتى آخر يونيو أو بداية أغسطس لإخمادها نهائياً هذا الأمر وضع فرق الإطفاء على أهبة الاستعداد ألفان منهم يتحركون باستمرار لإطفاء حرائق صغيرة ما تزال تشتعل بين الحين والآخر ولخطورة الوضع يمنع الوصول إلى تلك الأراضي إلا في حالات استثنائية حصلت العربية والحدث على إحداها فرافقنا رئيس التواصلي في جهاز الإطفاء نحن الآن في جولة حصرية لقناتي العربية والحدث قرب شاطئ لادون دوبيلا أشهر شواطئ هذه المنطقة وهذه الغابة التي تطل على هذا الشاطئ احترقت بالكامل النيران ما زالت بين الحين والآخر تشتعل والأرض ما زالت ساخنة جداً يقول رجال الإطفاء أن النيران لن يتمكنوا من السيطرة عليها بشكل كامل قبل أيام لدينا أكثر من 30 كم ما تزال مشتعل من الداخل وهذا يتطلب مننا عملاً مكثفاً لكن تعامل معها لكن الطقس متقلب الرياح بإمكانها أن تغير كل شيء للأسوأ ما تزال المنطقة مغلقة ويحضر على المدنيين الوصول إليها فسكانها أخلوا منها في انتظار عودة يأملون أن تكون قريبة لكن الطقس هو من سيقرر من منطقة الحرائق في جنوب غربي فرنسا فادي الدهوك العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر